صنعاء تستفق على موجة عنيفة من القصف الجوي على أهداف في المطار ومحيط المدينة بعشرات الغارات وساط تأكيدات من التحالف بأن أحدث غاراته الحربية توخت أهداف مشروعة غدت دعوات أمريكية عالية المستوى لوقف إطلاق النار في اليمن استأنفت تحالف غاراته الجوية الكثيفة التي بددت هدوءا شهدته العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية في وقت يشدد فيه المجتمع الدولي على ضرورة أن تذهب الأطراف اليمنية إلى جولة مشاورات جديدة في أواخر الشهر الجاري المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أبلغ وكالة الأنباء السعودية أن قوات التحالف نفذت عملية جوية طالت أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلم الجوية وأن هذه العملية شاملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بالقاعدة الجوية ولفت المالكي إلى أن أحدث غارات التحالف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية بهدف تدمير وتحيد مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وفي الوقت ذاته أكد المتحدث باسم التحالف استمرار عمل مطر صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية للطائرات الأممية والإغاثية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بعملية الاستهداف تلك وأن عملية الاستهداف نفذت بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وكذلك وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة من قيادة القوات المشتركة للتحالف مصدر في وزارة الدفاع التي تهيمن عليها ميليشيا الحوثي بصنعاء أوضح أن غارات التحالف استهدفت أيضا مواقع في مديرية همدان غرب العاصمة صنعاء وجبل جربان بقرية عمد في مديرية سنحان إلى الجنوب الشرقي من العاصمة وشن عدة غارات على محيط البواب الغربية لجامعة الحديدة جنوب مدينة الحديدة في غرب البلاد مراقبون تساءلوا عن دوافع التصعيد المفاجئ للتحالف في صنعاء وعما إذا كان يستبق وقفا حقيقيا محتملا لإطلاق النار